هذا وبدأ القضة العرب التوفد إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة الثانية وثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غدا ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010 بعد جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي وبعد عزلة استمرت أكثر من 12 عاما ترجمة نانسي قنقر